اشتركوا في القناة الحق سبحانه أن يرفع هذا البلاء عن عباده وأن يعيد علينا نعمه ما ظهر منها وما بطن يقول الحق سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنحن إذن أمام شهر له ألقاب وأوصاف عدة فهو شهر عرف بأنه شهر الصيام وعرف بأنه شهر القيام وهو شهر الرحمات وهو شهر المغفرة وهو شهر العتق من النيران وغير ذلك مما نعلم وهذه الألقاب كلها ثناءات على هذا الشهر الفضيل والإنسان المسلم عندما يقف على شهر يحتوي على مثل هذه النعوت لا بد أن يتساءل كيف أغتنم هذا الشهر ما الأعمال التي إذا عملتها في هذا الشهر حصلت على المغفرة وحصلت على الرضوان وحصلت على العتق من النيران وحصلت على الرحمة وغير ذلك مما يرجوه المسلم في هذا الشهر وفي غيره والحديث هنا عن الأعمال التي تتعلق بالنفل وإلا فالصيام على سبيل المثال هو فرض وليس له من وعاء إلا هذا الشهر الفضيل النفل وسع الإسلام فيه ونوع ولله الحمد فهناك ذكر وهناك صدقة وهناك قيام وهناك تراويح وهناك دعاء وهناك غير ذلك من النوافل التي يكثر الإنسان المسلم منها في هذه الأيام ولكن هناك عمل قل ما يلتفت إليه الكثير من المسلمين ومن التفت إليه للأسف قل ما يكثر منه مع أنه عمل اجتمع أو كان يجتمع إليه أمناء الأرض وأمناء السماء على حد سواء من أجل القيام به في هذا الشهر الفضيل هذا العمل هو تلاوة القرآن أو قراءة القرآن لو كان للأشهر أشهر السنة لو كانت لها ألقاب كل شهر أعطيناه لقبا معينا فلن نجد لقبا أنسب لشهر رمضان إلا أنه شهر القرآن أو أنه شهر الوحي عموما وليس القرآن فقط الإنسان المسلم ربما وهو يستمع إلى الآية التي تلوناها آنفا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ربما يتساءل لما والتساؤل هنا إذا كان المقصود منه هو البحث عن الحكمة فهو تساؤل المشروع لما يا رب خصصت رمضان بالذات لنقوم بهذه النسكة فيه دون غيره من الأشهر لما كان رمضان ولم يكن رجب ولم يكن المحرم مع أنهما من الأشهر الحرم ورمضان ليس كذلك فالبحث عن هذه الحكمة نجد أن القرآن قد أجابنا ونجد أن القرآن قد بيّن لنا ذلك ولكننا لا نتمعن ولا نحاول تدبر ما وراء اللفظ في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان لما رمضان بالذات باختصار لأنه شهر نزل فيه القرآن فكأن الآية تقول لنا صوموا شهر رمضان لأنه شهر شهد تنزل القرآن وطالما شهد تنزل القرآن فهو ليس كغيره من الأشهر قطعا فطبيعي أن يحوز هذا الشهر ما حاز من القدسية وما حاز من الفضل دون سائر أشهر السنة لأن القرآن له خصوصية عامة وهو أنه كلما ناسب أو قارن شيئا إلا وأسبغ عليه من لقب القدسية ما لا يمكن أن يسبغ على غيره فنحن عندنا سفير من صفراء الله عز وجل وهو جبريل ما مقام جبريل عند الملائكة؟ هو خيرهم وهو أفضلهم طيب لما؟ لأنه سفير القرآن خير رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا منهم؟ أو من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام لما حاز هذه الخيرية؟ لأنه رسول القرآن خير بقاع الأرض قاطبة مكة لما كانت مكة بهذه القدسية؟ من جمل أو من حكم ذلك أو من أسباب ذلك أنها الموطن الأول لنزول القرآن طيب لما كان شهر رمضان هو خير شهر السنة قاطبة؟ الجواب تعلمونه طالما قدمنا هذه المقدمة لأنه شهر جعل الله منه وعاء لتنزل القرآن فطبيعي أن يكون هو خير أشهر السنة أمين الأرض وأمين السماء كيف كانت علاقتهم أو كيف كانت تصرفاتهم في هذا الشهر؟ كيف كانت هذه التصرفات؟ نجدها ونحن ندارس سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر كان يجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بجبريل في كل سنة وما الهدف من الاجتماع؟ هو التدارس ومعارضة القرآن الكريم ينزل جبريل كل سنة في شهر رمضان هو ينزل مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا نزل خاص تنزل خاص من أجل عمل خاص وهو مدارسة القرآن الكريم بل إننا عندما نطادع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل للقرآن مرتين وكأن هذه سلفا عن رمضان القادم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون موجودا فإذا كان هذا التصرف من؟ خير خلق الله أو خير أهل الأرض وخير خلق الله قاطبة الذي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وخير أهل السماء الذي هو جبريل إذا كان هذا تصرفهم فطبيعي إنسان المسلم ينبغى أن يتفطن إلى هذا رسول الله الذي أنزل عليه القرآن كان يكثر من قراءته في شهر رمضان لكن ماذا عنك أنت أيها المسلم هل ترى أن هناك نافلة من النوافل تفوق قراءة القرآن في هذا الشهر حتى في غيره من الأشهر يكفي أن الحرف منه بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها أو الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها هذا في غير رمضان فكيف برمضان والنافلة بأجر الفريضة فهذه فرصة لكل مسلم أن يكثر من هذا العمل أن يكثر من قراءة القرآن بالذات إن استطاع تلاوة فهذا لا ينبغي أن يعجز عنه أحد سواء من القرآن أو من حفظه وإن لم يستطع تلاوة أو إن استطاع وزاد شيء من التدبر فله ذلك وإن زاد شيء من القيام وهو أيضا مطلوب فله ذلك لكن أن يكون الإنسان المسلم في هذا الشهر بمنأ عن القرآن أو يكون تصرفاته تصرفه مع القرآن كغيره من باقي أشهر السنة فهذا ربما فيه إجحاف في حق القرآن بل هو إجحاف في حق رمضان طبعا نحن نعلم أن القرآن وعاؤه الزماني كان شهر رمضان ففي شهر رمضان تنزل إلى السماء الدنيا جملة ومن السماء الدنيا في شهر رمضان بل في ليلة من ليالي رمضان سماها الله بليلة القدر ابتدأ نزوله أيضا على المصطفى صلى الله عليه وسلم على قول هل رمضان كان ويعاء للقرآن فقط أم كان كذلك بالنسبة للرسالات السماوية القرآن ليس هو الوحي الوحيد الذي أوحاه الله للبشرية وإنما هو الرسالة الخاتمة هل هناك رسالة قبله قطعا فهناك إنجيل عيسى وهناك توراة موسى وهناك زبور داود وهناك صحف إبراهيم وغير ذلك من الرسل أو من رسالات الرسل فمتى كان هذا التنزل كان في شهر رمضان أيضا فرمضان إذن ليس شهر القرآن فقط وإنما شهر الوحي على الإطلاق فصحف إبراهيم تنزلها كان في شهر رمضان صحف أو توراة موسى كان تنزلها في شهر رمضان زبور داود كان في شهر رمضان إنجيل عيسى كان في شهر رمضان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الرواه الإمام أحمد عن واتلة من الأسقع رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت أو خلون من رمضان أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت ترى أن هذا الشهر هو شهر الوحي قاطبة هو شهر الوحي والوحي هو غذاء الروح فناسب إذن أن يتعطل غذاء الجسد إلى لحظات لكي نفسح المجال أمام الروح لكي تستقي أو لكي تنهل من معينها فهذا الشهر فرض الله فيه الصيام الصيام عن أي شيء عن بعض المتطلبات الجسد من طعام وشراب وجماع هذه المتطلبات الجسد لما نحيت لكي تتفرغ الروح لغذائها وفي هذا الشهر أيضا نجد أن الشياطين قد صفدت لما؟ لأنهم صفراء شهوة الجسد فنحي هؤلاء من أجل أن تتفرغ الروح لكي تتشبع الروح من الروح فالقرآن من أسمائه أنه روح كما وصفه الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا أي القرآن ينزل الملائكة بالروح من أمره أي القرآن فنحن الآن أمام أرواح هذا الشهر للأرواح شهر للروح هذه الروح التي بها هي خصيصة بها تكون الحياة البشرية حياة الجسد وهناك روح آخر به تكون الحياة الصرمدية للإنسان وهو القرآن فإذا لم يفرغ الإنسان روحه للغذاء من هذا الروح في شهر رمضان فمتى يكون ذلك فعود على بدء هذا الشهر لا بد للمسلم أن يكون له ورد من القرآن إن تلاوة كما أسلفنا وهذا لا ينبغي أن يقل أو أن ينزل عليه أحد وإن تتبرا وإن قياما والأمر الآخر أيضا وهو الذي يخص الأولاد لأنه في سنوات أو لأيام مضت ونحن نسمع الآباء يتعللون ويتعذرون بأن الأولاد مشغولون بالمدرسة وعندهم وعندهم لكن الآن ونحن نعيش هذا الظرف لا عذرا لأحد فأفضل ما يمكن أن تهديه ولدك في هذا الشهر هو أن تجعل له صلة وأن تجعل له علاقة بهذا القرآن كل بما يصر الله عز وجل له من استطاع أن يقرأ من المصحف فليفعل ومن استطاع أن يقرأ من حفظه من الحفاظ للقرآن كله أو جزئه فليفعل ومن لم يستطع فلا عليه أن يردد ما يحفظ وإن اقتصر الأمر على صورة الفاتحة وشيء من الصور القصار فما دام يرددها فهو تال للقرآن أسأل الله أن ينفعنا بما قلناه بما سمعناه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته